السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا وسهلا بكم مع فاطمة وصفة اليوم لفوقين واغ هذا الطرطة او لطرطة تقدروا تحضرها لأي مناسبة كانت عيد ميلاد او مناسبة اخرى ستشوفوا طريقة جدا سهلة في تحضيرها لتحضير هذا الطرطة نحتاج الى الجنواز بدوق الشوكورة نحتاج ايضا الى السيرو او الشربيت بشمخوا به الجنواز نحتاج ايضا الى الكريمة استعملت الكريمة الخفيفة المصنوعة بكريمة شوكورة وكريمة الباتيسير حضرت ليلة من قبل الجنواز والسيرو والكريمة وحتى الغضوة باش قمت بعملية التركيب والتزيين سنمر مباشرة الى طريقة التحضير بسم الله بالنسبة المكونات نحتاج الى 6 بيت استعملت بيت حجم كبير نحتاج الى السكر كوب مملوء جيدا او 220 غرام هذا الكوب الذي يزن 250 مليلت انتعمة نحتاج ايضا الى الفارينة او الطحين او داقيق الابيض رهم غربل نحتاج 180 غرام ميو عادي الكوب وخمس كوب نحتاج الى ملعقة صغيرة خميرة الحلوة او بيكين باودل مايو عادي الكيس وهنا قرصنة عملح وهنا شوكولة كاكاو او شوكولة على شكل بودرة نحتاج 3 ملعقة كبار مايو عادي 30 غرام نفس طريقة تحضير الجنواز اللي شفتوها معايا من قبل نفصل البياض البيض عن الصفار هادا الطريقة جده ناجحة في تحضير الجنواز سنوضيف الى بياض البيض القرصنة عملح ونوضيف ايضا اكبر كميان تاع السكر ونخلوه فقط ربع كمية سنضيفها من بعدها لصفار البيض سنضيف هذا البول في حمام مائي لازم الماء لا يغليش يكون على هذا الشكل فقط على هذا البوخار هذا السكر يدوب والخالد يدافئ تقعدوا تخلطوا حتى تشوفوا السكر داب وتتلمسوا باليطرقوا بالليم كاشهدوا كحبيبات على السكر ونخفقه حتى تحصلوا على مورنج كما لا تلاحظوا السكر هنا راه داب تماما والخالد يتمسوا باليطرقوا بالليم كاشهدوا بيض البيض سنبدو خفق بياض البيض نقعدوا نخفقه فيه حتى تحصلوا على مورنج تكون متماسكة على الشكل المتشفى في الصورة كي تكون متماسكة على هذا الشكل لجنواز تجيكم منصفة جيدة من الداخل هذه هي المورنج سنخفقها على جهة ونخفقه سفار البيض نضيف هذه الكمية على السكر اللي خليناها بالتقليب ربع كوب نضيفها لسفار البيض ونخفقه فيه حتى تحصلوا على خاليط كريمي أصفر فاتح اللون والسكر راه داب كما لاحظت هنا لا أضفت السكر فانيلا لأننا استعملنا الشوكولة والشوكولة تتغلب على سكر فانيلا بعد الخاليط انتع سفار البيض أضفتها لخاليط المورنج نضيف المكونات الجافة للخاليط الأول وضعت في الإناء الفارينة وضعت عليها أيضا خميرة الحلوة وأيضا بودرة كاكا ونخلطوهم جيدا من بعد نضيفوهم للخاليط الأول وماذا بيكم الفارينة تكون مغالبا باش ما تكون هناك حبيبات في العجينة هذا هو الخاليط الأول لهم الجانس أضفت لها الآن المكونات الجافة اللي خلطناها مع بعض وتقعدوا تخلطوا جيدا حتى نشوفو تحصلنا على العجينة على الشكل نشوفو فيها في الصورة عندها لبس اللون وأيضا متجانسة هذا هو القالب اللي وضعت فيه الجينواز أو العجينة وضعت لها إسراءة وضعت لها أيضا وضعت لها أيضا وضعت لها أيضا لكي تنحل بسهولة ونتحافظوا على القالب وضعت فيه القالب وضعت أيضا ورقة طهي من بعد العجينة نفرغوها في القالب ونعدلها جيدا بواسط سباتول وفي نفس الوقت نمسخنا الفرن على درجة الحرارة العادية 180 درجة مئوية 350 درجة فرنهايت نوضع هذا القالب في سنة وأخرى لكي تساعدني في حمل القالب من بعد نضعه في الفرن لمدة 40 أو 50 دقائق أو حتى تشقق من المساحة العلوية ومن الدخل كيوغدان أو سكين يخرج لكم جاف هنا نقول الجينواز لها طابت لكن هذه الكيوغدان لها عجينة الآن نحضر الكريمة الخفيفة أو الكريم ليجر استعملت 100 غرام كريمة باتيسير على الشكل غبرة أضفت لها 200 ملينة ماء بارد وخلطتهم جيداً بعد أن تجعل الكريمة ترتاح قليلاً لكي تمتص مليح الماء وطريقة التحضير كانت موجودة في العلبة اللي شريتها فيها هنا بعد ما ارتاح تشوفوا هنا كيفية القوامة انتحها تمتص مليح الماء نحتاج أيضاً إلى كريمة شونتييس استعملت كريمة الخفق أو كريمة السائلة تخفقها جيداً حتى تكون متماسكة استعملت 300 مل بعد ما خفقتها تخفقها فقط بالضرب الكهربائي العادي هنا نضيف لها كريمة الباتيسير وتخلطهم جيداً وهذه هي الكريمة الخفيفة هنا تقدروا تزيدوا عطر آخر تحضروا حلوية أخرى تزيدوا عطر الكراميل أو النوغا أو أي عطر آخر هذه هي الكريمة وجتها ليلى من قبل بعد وضعتها في علبة واحتفظت فيها في المبرد وهذه الكريمة تقدروا تحتفظوا بها في المبرد حتى الأسبوع تقعد محافظة على القوامة من تاحها سيرو استعملت فقط كمية قليلة يعني نصف المقادير هنا استعملت الماء كوب أو 250 مليلتر مع السكر استعملت 100 غرام إنتاج سكر سنوضع هذه المكونات في الكاسرونة و سنوضعهم فوق النار من يبدأ الخالي يضيغلي سنحسب وطقي قتيل أو ثلاثة وطفوا على النار لأن الكمية قليلة لا يجب أن تجعلهم حتى الخمسة دقائق هنا السيرو يغلي حسبت دقيقتين وطفيت عليه وخليت حتي برد مليح بعد وضعتها فيه قارورة واحتفظت فيه في المبرد هنا موجدة السيرو موجدة لك خام هنا الغضواء عاد سنوضع للسيرو سنوضع الكارز هذا صنع منزلي سوف نضيف عضر الفراولة لكي تكون لديها ثم نخلط هذه القارورة وكما لاحظتم الكمية قليلة تأسيره لأن الكيك لا تريد أن تسيره كريمة الخفيفة كريمة الخفيفة سنوضحها في وسط الكيك أو الحشو سوف نضيف عضر الكارز سوريز أو عضر الفراولة تقدر إضافة عضر الفراولة تقدر إضافة الفواكه مع الكريمة تخلطها جيدا حتى نرى الخالي تجانس هذا هو السيرو تقدر إضافة كما قلت لكم عضر الفراولة الآن سنشرح في عملية التركيب هنا ننزح في الطابقة العلويان الجينواز لأن هذه الطابقة سوف تأتي في الطابقة السفلية كما لكم تلاحظوا كيفية المتقبة يعني الجينواز هي منسوفة مليحة من الداخل هنا وضعت خط بالسكين لكي نرى الطابقتين وتقاطوا متحف نقسمه على ثانين وتحادروا غيب العقل قسمه فقط الجائع الموحيد من بعد قسمها كامل لكي نقسمها على قطعتين متقاييساتين بعد هنا نقلب هذه الجهة وضعها فوق طبق التقديل وضعها نصف الكمية وضعها وضعها نصف الكمية وضعها وضعها مليحة الجينواز وضعت السيرو في الطابقة الثانية وضعت الحشو وضعتها لها عطر الكارز وضعتها إلى جميع المساحة وكما قلت لكم في هذه المرحلة تقدروا تزيدوا فواكه الآن نغلقوا الحشو وضعتها بالسكين وضعتها وضعتها وضعت الكريمة البيضاء من الفوق وضعتها على جميع المساحة العلوية وأيضا في الأطراف وتستعملوا هذا الصحن لتسهل عملية تزيين القاطو وضعت فوق القاطو وكملت وضعت الكريمة فوق الجينواز بعد أن تكملوا نحتاج إلى الشوكولة الشوكولة وضعتها في المجمد وضعتها في المجمد وضعتها في الجوانب تستعملوا هذه الشوكولة وضعت الشوكولة لتستعملوا في هذه المرحلة وضعت ولوضعت الكريمة مثلاً وضعت الكريمة وضعت ورود من الفوق وضعت الشوكولة بما يأتي لالوان من السوق لتأكد المشاكل كارز هذا هو الشكل النهائي لأن الحلويات الفرنسية لا تستهلك مباشرة يجب ان تشرب مليح الكريمة والسيرو بالنسبة لملاحظة اليوم كما لاحظتم على شكل دائري تقدروا ايضا تقدموه على شكل مربع وصلنا الى نهاية الفيديو نتاع اليوم شاء الله يكون اعجبكم مع السلامة وإلى الوصفة الجاية إن شاء الله هذا الصحن هذا الصحن تفكرت غرانديزر هنا يشوفوا كيف يدور يساعدكم بزيارة